شهدت قرية الصحوة وغرب الموهوب بمدينة الدخلة محافظة الوادي الجديد ختم أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على المواطنين من صرف العلاج بالمجان من صيدلية القافلة وقال المشرف على أعمال القافلة محمد سعد إن أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ستنطلق غدا السبت بقرية جديدة بمدينة الدخلة وستستمر أعمال القافلة لمدة يومين بمقر الوحدة الصحية بالقرية